محمد انصيف مشاعرك وحاسيسك وجراحك على الوطن العراق شو بيميز هذا الديوان ما يميز هذا الديوان هو الاهداء الذي وشح عتبت هذا الديوان وهو الاهداء إلى الرئيس الراحل الشهيد صدام حسين رحمة الله عليه يعني أستطيع أن أقول أن محمد انصيف هو أول كاتب أو أول شاعر أهدى كتاب بعد الاحتلال الأمريكي العراق إلى صدام حسين فهذا ما يميز هذا الديوان هناك شيء تاني أنا كمان بميزه أنه كله شعر موزون فيه 22 قصيدة 20 قصيدة 18 منهم شعر عمودي و 2 منهم شعر موزون ولا كنحر لماذا تلجأ أكثر للشعر العمودي نعم يعني احنا ورثنا التراث الأدبي الشعر هكذا يعني وفق أو سمي هذا الشعر وفق خصائص معينة الخصيصة الأساسية وهي ليس الوحيدة هو الإقاع الموسيقي وهو الوزن حتى نقول أننا نكتب الشعرا يجب أن نتمسك بخصائص الشعر حتى نقدم نقدم للناس نموذجا شعريا حقيقيا هناك هجمة فكرية على هذه الأمة الهجمة الفكرية يعني تسعى إلى طمس هوية هذه الأمة إلى قتل تراثها إلى قتل فكرها إلى قطع الشريان الناهل من التراث العربي من اللغة يعني هناك مصدات أمام هذه الهجمة الفكرية وهي اللغة بمجرد أن تقتل اللغة أو تضيع اللغة أو تضمح اللغة يفقد الإنسان انتماؤه لهذا الوطن ولهذه الأمة ويفقد انتماؤه وهويته إلى وطنه وثم يتحول إلى تابع إلى أمم كثيرة وهناك طبعا كثير من أصدقائي يقول أنك دائما تركز على موضوع المؤامرة نعم مؤامرة موجودة مؤامرة موجودة على هوية هذه الأمة هذه الأمة أمة عظيمة التي زرعت راياتها من الأندلس إلى الصين لذلك هناك تكالب على سحق هذه الأمة ومرت بمحن كثيرة مرت بأزمات كثيرة لكنها باقية لأنها أمة عريقة لذلك أنا تمسكي بالقصيدة الموزونة يعني قصيدة الشكل العمودي وقصيدة التفعيلة اللي هي وليد يعني شرعي للقصيدة العمودية تمسكي بهذا بهذا اللون من الشعر هو أعتبر مصد أمام هذه الهجمة الفكرية تجاه هذه الأمة أنا أعتز بهذه الأمة بانتصاراتها بزهوها بانكساراتها لذلك أحرص دائما على الحفاظ على تماسك وقوة هذه الأمة تمسكي بهذا اللون من الشعر هو بمثابة مصد أمام هذه الهجمة الفكرية الفكرية الثقافية بدنا نسمع هلأ قصيدة من ديوانك على أجنحة الجراح وتقول كأنها الجراح أجنحة نعم وسافرت وصارت سفيرك لقلوبنا نحن الناس اللي عم نسمعك ونقدر هذه الموهبة الشعرية فشو بتحب تسمعنا؟ طبعا الفاتحة الديوان هي قصيدة عذرا أيها العرب وهي فيها يعني عتب على على أمتي التي أنتمي إليها ووطن العربي هذه كتبتها في عام 91 أثناء أحداث الكويت وكيف صار تكالب على العراق وكيف يعني تعاضد الخصم والشقيق على تدمير هذا البلد الذي هو قلع لهذه الأمة ففيها عتب وفيها استذكار فيها تذكير أننا قلوبنا كبيرة نصفح سأقرى هذه القصيدة سأتفضل سأقول متى سيخلع ليل الحزن وجداني كفى بدمع الأسى دربا لعنواني ماذا أحدث عن أهلي وهم قمم بغيرهم ما لهذا القلب من شاني ماذا سأحكي إذا حدثت عن وطني وهو العراق الذي ما مثله ثاني ما عطيب الليل إذ يرخي جدائله بكف دجلة ملتفا بشطاني والضوء يسكن وجه الموج منتشيا يداعب الوجد في أحداق سهراني والعشق تسرح نشوى فيه عاشقة لتلثم الحلم في أجفان نشواني لم يبقى عندي سوى ذكرى مكبلة بألف جرح وجرح الغدر جرحان قد أحرقوا كل شيء فيك يا وطني عشقي وشعري وأحلامي وألحاني عيون أطفالنا الأوجاع تملأها تحز ضحكتهم سكين حرماني في كل يوم يصول الحقد ممتطيا جور طغاة على أهلي وخلاني في كل يوم لنا دمع نكفكفه على العروبة نبكي زهوها الفاني الله يا أمتي الله يا وجعي حتى ما تشقى بضم الجمر أحضاني يا عرب معذرة فالهم أقعدني وأثقل القهر بالأقذاء أجفاني صنعت من جرحي المفتوح أجنحة بها يطوف عليكم وجه أحزاني حتى أريكم جراح الغدر ما فعلت بنا وكم غصة في صدرنا الحاني يممت أأسي للأنساء أسألها هل يعلم العرب ما يجري ببغداني الظلم يصد مسعورا نوافذها ليحجو الشمس عما يفعل الجاني فيشرب الكاس مسرورا بلا وجل على موائد دجال وخواني ما مات دايان والأنذال آمنة فكل يوم نلاقي الفدايان مشى العراق على حمى خناجرهم ما بين مستهزئ فيه وطعاني فأطفأوا ألق المجد التليد به وغلفوا حلمه الزاهي بأكفاني وأخرصت صوته العالي خيانتهم تعاضدوا ليشدوا أزرس الجاني وجاوزوا كل ما في الكون من شطط فأسلموا أمرنا غدرا لشيطاني تحمل الجرح بعض من رسالتنا لن يهزم الجرح فينا دفق إيماني كنا الأبات ونبقى في مفاوزها فرسان زحف ورثنا طبع فرساني وسوف نصفح مهما ساء فعلكم نبلا نرد الأذى منكم بإحساني عذرا أيها العرب هذه القصيدة اللي بدأت فيها ديوانك على أجنحة الجرح هذه فاتحة الديوان نعم أيها بعد زي ما نقول 18 سنة أو 17 سنة من هذا العدوان كان صار في حدث واللي هو بـ 14-12-2008 لما بوش زار العراق وقال بوش كاتب حضرتك في قصيدة أطلق حذائك أطلق حذائك وكتبت أنت يعني أهم أو أشهر قصيدة كتبت في الحدث هي قصيدة أطلق حذائك بحب نسمع منها يعني زي ما نقول أبيات مختارة نعم فبعدين أنا كثير حبيت المقدمة اللي كتبتها بس أقرأ المقدمة حتى يسمحها الجمهور وبالفعل يعني بعد 17 سنة من هذا العدوان وهذا الشقاء وهذا التعب لا أهل العراق وهذا التشتت في أرجاء الكرة الأرضية يعني قبل الاحتلال قال بوش إن العراقيين سيستقبلوننا بالورود فاستقبلناهم ولكن بالرصاص وبعد الحين قال إن العراقيين سيقدرون ما قمنا به لأجلهم فقدرنا ولكن بالأحذية طبعا هذه مقدمة ناثرية اللي قبل أطلق حذائك فأطلق حذائك كانت أشهر قصيدة بالحدث أو أول قصيدة كانت ولذلك كانت أشهر قصيدة هل كتبتها بنفس اليوم؟ لا أقول هي أقوى قصيدة في نفس اليوم نعم في نفس الليلة في نفس الليلة في نفس الليلة نفس الليلة لما شاهدنا الخبر على شاشة التلفزيون فتفاعلي مع الحدث وفرحي الكبير بهذا الانتصار للعراق والأمة هطل الشعر كالمطر فأقول أطلق حذائك تسلم إنه قدر فالقول يا قوم ما قد قال منتظر يا ابن العراق جواب قلته علنا وفيه قول العراقيين يختصروا ارفع حذائك وانصبه لهامتهم تاجا يليق بمن خانوا ومن غدروا هذه الشجاعة لم ندهش لثورتها نحن الرجال إذا الأفعال تختبروا هذه المدارس والأيام شاهدة فاسأل عن الأمر في الميدان من حضروا يا أم منتظرا بوركت والدة اليوم فيك العراقيات تفتخروا إن النساء تمنت كل واحدة لو أن ما تحمل الأرحام منتظروا يا أم هذا الفتى المقدام لا تهني فإن مثلك معقود بها الضفر يا أم منتظرا لا تحملي كدرا من تنجب الأسل لا يقرب لها الضفر لا يقرب لها الكدر خمس من السنوات الليل ما برحت فيه الهواجس مسكونا بها الخطر كم حرة بدموع القهر قد كتمت نوحا تحرق منه السم والبصر كم حرة بصياط العار قد جلدت وسترها بيد الأنذال ينتحر كم حرقة مزقت أضلاءنا أسفا كم دمعة في غياب الأهل تنهمر نسمع غزال نسمع جدها يعني بالفعل أنه تستحق أن تكون أشهر ما كتب بالحدث لأنه كتير فيها مشاعر وكتير واضح أنه قريت انهال الشعر كالمطر عليك نسمع حلق شوي غزال لو مثلا ثلاث أربع أبيات مش عارفة إذا نفس القصيدة اللي قرأتها وقت إشهار الديوان كانت كتير حلوة أو أي قصيدة تانية على زوء غزال لأنك الرجل الوحيد والثاني آه يمكن هاي لأنك الرجل الوحيد أها أقول فتاتي كلما ردت أعيد سؤالا فيه تسعدني الردود لماذا عندما تأتي نصوبي أحس بأنني طفل سايد لماذا كلما ألقاك أبد كأني في الدنى رجل فريد كأني قد ملكت الأرض فخرا وأني فيك هارون الرشيد أحقا أنت لا تدري حبيبي بأنك في الدنى الرجل الوحيد إذا الرأي السديد يشح يوما فعندك يرتج الرأي السديد أرى عينيك ملؤهم اتقاد فأنت الثابت الجلد العنيد أنا امرأة تمادت في مناها وتخشى أن مطلبها بعيد فكانت لحظة اللقية كحلم عجيب قلت هذا من أريد فحلق بانتشاء الحلم قلبي وروحي بانتشاء تستزيد وحين يلوح في عينيك برق يهز جوانحي شوق جديد وأنفاسي تلاشت خلف صدري مخافة أن يعذبها الصدود وراحت توقل البشرى بروحي مواقد كلما خمدت تزيد وراحت بالمناعيناي ترنوا إلى عينيك مطمحها المزيد أفروا طريدة الأحلام ضمقا وفي عينيك ما يرجو الطريد مشردة أفتش عن ملاذ به ينسى مخاوفه الشريد فكنت مخلصي وملاذ روحي لأنك فدنا الرجل الوحيد ممتاز أبدعت يعني يريت أنك كمان وقت نسمع أكتر وأكتر بس بحب لازم أنهي بس دقيقة شو لازم نعمل لحتى نمي هذه المهارة الشعرية وهذه اللغة العريقة بولادنا يمكن ضل معي دقيقة أنا عم بتجاوز بس لازم أسمع تكثيف البرامج الثقافية تسليط الضوء على الشعر تسليط الضوء على الأجناس الأدبية الأخرى يعني جعل الأدب حديث الساعة يعني إلى عقود قريبة كان البيت الشعري والقصيدة الشعرية حديث الشارع حديث الفلاح حديث العامل حديث الأستاذ حديث الطالب الجامعي حديث سائق الحافلة يعني البيت الشعري كان حاضر في البيت في الصالونات في الشارع في السوق في كل مكان نحن أمة تنفس الشعر علينا أن نعيد هذه الذائقة من خلال تكثيف هذا أو إعادة هذا المشهد من جديد إلى المجتمع وهو كما قلت أنه جزء من من مصد لهذه الثقافة التي غزتنا وتحاول أن تسحق ثقافتنا الأساسية وهويتنا شكرا شاعرنا محمد نصيف أهلا وسهلا فيك ببلدك التاني الأردن وبين أهلك وزي ما حكينا بالمقدمة أنه هل أدى أنت يعني داخل مع الجو الأردني بس منميز من لهجتك المحببة أو جوى السفرك لو أعرفنا فأهلا وسهلا فيك بحب اللي بحبوا يشوفوا هاي الفقرة أكيد تقدروا كمان تحضروها على يوتيوب وديوان الشاعر على أجنحة الجراح موجود بالمكتبات حاليا على أجنحة الجراح موجود ومنظلنا في مجال الأدب كيف نربي ولادنا على الأدب والشعر أدب الأطفال بالفقرة بعد هاي بعد الفاصل خليكم معنا